دعاؤه في الاعتراف بالتقصير عن تأدية الشكر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا أحدا لا يبلغ من شكرك غايا إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهاد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك فأشكر عبادك عاجز عن شكرك وأعبدهم مقصر عن طاعتك لا يجب لأحد أن تغفر له باستحقاقه ولا أن ترضى عنه باستيجابه فمن غفرت له فبطولك ومن رضيت عنه فبفضلك تشكر يسيرا ما تشكر به وتثيب على قليل ما تطاع فيه حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم وأعظمت عنه جزاءهم أمر ملك استطاعة الامتناع من هدونك فكافيتهم أو لم يكن سببه بيدك فجازيتهم بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقبت وشاهدة بأنك متفضل على من عافيت وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجبت فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص ولولا أنه صورا لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال فسبحانك ما أبينا كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك تشكروا للمطيع ما أنت توليته له وتملي للعاصي فيما تملك معاجلته فيه أعطيت كلا منهما ما لم يجب له وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه ولو كافأت المطيع على ما أنت توليتاه لأوشك أن يفقذا ثوابك وأنت زول عنه نعمتك ولكنك بكرمك أجازيته وعلى المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية ثم لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك ولم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك ولولا فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كدحاله وجملتي ما سعى فيه جزاء للصغرى من أياديك ومننك ولبقيا رهينا بين يديك بسائر نعمك فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك لا متى هذا يا إله حال من أطاعك وسبيل من تعبدالك فأما العاصي أمرك والمواقع نهياك فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك فجميع ما أخرت عنه من وقت العذاب وأبطأت به عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضا بدون واجبك فمن أكرم منك يا إلهي ومن أشقى ممن هلك عليك لا من فتباركت أن توصف إلا بالإحسان وكرمت أن يخاف منك إلا العاد لا يخشى جورك على من عصاك ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك فصل على محمد وآله وهب لي أملي وزدني من هداك ما أصلوا به إلى التوفيق في عملي إنك منان كريم يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين